اليوم كانت هنا فعالية في مقر جامعة الدول العربية وبالتنسيق بين وزارة خارجية جمهورية العراق ومستشارية الأمن القومي العراقي ومندوبية جمهورية العراق في القاهرة وجامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة وكانت هذه الفعالية لكيفية تنظيم محاكمة عصابات داعش الإرهابية التي حاولت أن تعيث في الأرض فسادا وحقيقة كل الدول العربية الشقيقة والصديقة تعرضت إلى أضرار مادية ومعنوية ولكن ما حصل فيها العراق يختلف عن ما حصل في أي دولة أخرى كان هناك ملايين نازحين وكان هناك هدم 60% من البناء التحتية وآلاف الضحايا قدموا أشقاكم العراقيين في سبيل الخلاص من عصابات داعش الإرهابية